ما هو واجب المثقف العضوي كما يسمى ما هو واجب الفيلسوف أو المفكر أو المثقف بشكل عام واجبه الأكبر هو أن يخلص الناس من أوهام واستهامات العقائد الدينية والعقائد الإديولوجية عليه أن يجند كل طاقاته من أجل أن يواجه الذين يحاولون تعمية العقول وتسفيها العقول وكشف حقيقة أي مقدس مزعوم يشيعه رجال الدين والسلطة بهدف واحد ووحيد هو السيطرة على الناس وتحويلهم إلى مجرد أتباع عمي صم بكم لا يفقهون شيئا ووظيفتهم الوحيدة هي الدفاع عن معاقل الدجالين والمحتالين والقفاصين من أساسه والكهنة ورجال الدين كافة مهمة هذا المفكر والمثقف أن لا يلعب على الكلمات أن يكون كلامه واضحا دقيقا لا يقول شيئا وعكسه يعرف ما هو صحيح ما هو ملغز ما هو بلاغي يحاول التعمية والتعميم لكن عليه دائما أن يواجه الدعاءات القداسة ودعاءات أننا لم نفهم ما يقال بطريقة صحيحة وأن المشكلة ليست في الدين إنما في الذين يتعاملون بالدين في الذين يتاجرون بالدين يتاجرون بالقضايا قضايا الناس وشغالاتهم أيضا هذا الأمر نفسه وهذا القالب الفكر نفسه يتكرر عندما يتم الدفاع عن السياسيين أن هذا ليس خطأ السياسي وليس خطأ المؤسسة إنما خطأ الذين يعملون داخل هذه المؤسسة أو الأتباع وهلما جرى على هذا القالب الذي يتكرر باستمرار المخطئ هو مخطئ بغض النظر عن أي شيء هو المخطئ والفكر الذي ينتج الخطأ هو مصدر الخطأ وليس الذين يخطعون هناك إشكال في المؤسسة وفي نظام عمل المؤسسة سواء كانت مؤسسة دينية أو مؤسسة سياسية أو أي مؤسسة اجتماعية الخطأ في السيستم في النظام وأي واحد يحاول أن يخلط الأوراق ويحجب الحقيقة هذا واجب المثقف أن يكشف للناس حقيقة الأمور تنوير الناس بالتالي وحدثهم على استعمال عقولهم بأنفسهم هو واجب المثقف الأكبر علي دائما أن يحافزهم على اختحام عالم المفاهيم الكلية المجردة والمفاهيم الجزئية أيضا ودائما يحاول أن يدعن قوله بالتجارب والخبرات المتراكمة مع الأمثلة وكل ما يوفر للناس عموما الفرصة لمماحكة ومعرفة حقيقة ما يجري ومنع كل من يحاول أن يخدعهم بطريقة أو بأخرى وخاصة عبر المفاهيم الغامضة التي لا يمكن معرفة مصداقيتها بشكل منطقي وعلمي سليم والأمر الأهم لهذا المثقف والتنويري أن يعرف بأن يوضح للجميع أن مسألة التنوير مسألة أساسية وهذا التنوير لا يقوم إلا على العلم والعقل وليس على البلاغة والكلام الغامض والأساطير والخرافات والادعاءات الغيبية التي لا يمكن أن يثبت عليها أي دليل أو لا يقدم إزاءها أي دليل على وجودها أو على مصداقيتها من يقول أن العقل قاصر ولا يستطيع أن يحقق كل شيء لإنسان أو أنه ليس مطلقا إنما ما زال نسبيا وغيرا قادرا على أن يكون مطلقا بالنسبة لما يدعيه رجل الدين أو المقدس فنقول له هو مقدسك بالكامل ليس مطلقا بل هو مجرد مخيلة لا علاقة لها لا بالنسبة ولا من مطلق إنما هي مجرد مخيلة وأفكار عامة لا يمكن ما أعرفت حقيقتها من زيفها فبالتالي لا يقارن العقل بالخرافات والأساطير والأوهام بحجة أن هذه الأوهام هي حقائق كلية هذا الكلام لا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن يمرر على الناس بهذه الطريقة وواجب المثقف والمفكر والمبدأ أموما والإنسان الحقيقي الصادق الذي يبحث عن مصلحة الناس وخيرهم عليه أن يوضح لهم هذه الحقيقة العقل ليس مطلقا والعلم ليس مطلقا إنما هو أفضل ما هو موجود وبدليل أن منتجات العقل ومنافع العقل واضحة ويعرفها الجميع ومن بينها هذا الوسيلة الاتصال التي تحققت بيننا بغض النظر عن المكان والزمان أنت الآن تستطيع أن تشاهدني وتستمع إليه هذا ما لم يفعله دعاة المقدسات التي لم تقدم منجزا واحدا يفتخر به الإنسان أو يقدمه كبرهان على كلامهم مؤظم مؤجزات المقدسات والدجالين والقفاصين هؤلاء الذين يقفصون عن الناس أن يضعونهم داخل أقفاص ذهنية وأقفاص خرافية وأسطورية غير مرئية هؤلاء القفاصين أو القفاصة هؤلاء دائما يقدمون كلاما بلاغيا لا تشهد له على الأرض ميزة العالم والعقل أو الذي يفكر ميزته دائما هي التواضع وأن يكون صادقا وأن يقدم للناس خدماته دون مقابل أو دون أن يطلب منهم أن يدفعوا ثمن ما يقدمونه لهم على العكس من الدجال والقفاص هذا يطالب الآخرين دائما بأن يحموه بأن يدافعون عنه بأن يدافعون عن أكاذيبه ويجيش الجيوش من أجل هذا ويرتشي ويرشي ويتواطع ويكذب ويناور وهذه كلها لا تليق بأي إنسان يحترم نفسه ووصل إلى مستوى من الحضارة والتحضر يغنيه عن السقوط في درك هذا المستنقع الذي دائما ما يحاول هؤلاء اقحامنا فيه بدون أي مبرر حقيقي وجاد ويوصل الناس إلى نتائج جيدة بعد ذلك دائما نلاحظ هؤلاء يخدعون الناس يقدمون لهم خطابا دينيا عقائديا مثيرا يستفز مشاعرهم ويستفز رغباتهم الأدوانية أي ينهض الجانب الحيواني الوحشي داخل الإنسان ويحاول أن يبني على هذه الغريزة الوحشية التي تركت أثرها لدينا من خلال ملايين سنين من التطور ما زال لدينا جانب وحشي جانب عدواني هؤلاء يعتاشون عليه علينا أن نحبط عملهم بأن نتحضر أكثر نتثقف أكثر نعي أكثر نتنور أكثر نحاول أن نقاوم هذه النفس التي يزعمون بأنها يسيئة ويجب التخلص منها لا نقاوم هذا النفس ليس بأن نحاول أن نقتلها وننغي كل شيء فيها بل أن نخرج منها ما هو مفيد وأنها فعلنا أن نخرج من هذه الذات قدرتها على الاستقلال قدرتها على أن تكون ناضجة واعية قادرة مختدرة توفر لذاتها ولآخرين جميعا كل ما فيه خير وسلام ومحبة أما أن نستخرج من هذه الذات ما هو الشرير فهو ما يفعله هؤلاء هؤلاء يدعون بأنهم يحاربون هذه النفس الأمارة بالسوق بالتعبير الديني والمسيحيين لديهم أيضا نفس التعبير هذا النفس الأمارة بالسوق يجب أن يتخلص من الإنسان ويجب أن لا يسير على هديها أو على وفقا لإشارتها وحاجاتها وغرائزها يجب أن يقاوم هذه النفس الأمارة بالسوق وبحجة أنه هناك إله يجب أن ننصع له ويجب أن نطيع الآمر والنبي والحاكم طاعة نصوحة وطاعة خالصة لا نقاش فيها ولا جدل هذا الوهم في الحقيقة يستثمر الأسوأ ما في هذه النفس يحولها إلى آلة صماء تعمل بإمرة القادة والحكام والدجالين والقفاصين هؤلاء القفاصون يدمرون هذه النفس ليس بهدف الارتقاء بها وتحويلها النفس متسامحة متفاهمة متعقلة مبجعة مبتكرة لا يحولونها إلى آلة وأداة للحرب والقتل والدمار والتدمير بالعكس هؤلاء هم الذين يستثمرون أسوأ ما في هذا النفس يستثمرون الجانب الوحشي الذي ورثناه من أسلافنا عبر مئات آلاف السنين التي مضت فالأديان والعقائد عموما مهما كان نوع هذه العقائد علمانية العقائد الاشتراكية الشوعية الاستعمارية أي عقيدة كان فاشية نازية العقائد أشكال وألوان أي عقيدة هي وأي دين هي إديولوجيا فهذه الإديولوجيا دائما تحاول أن تدمر ذات الإنسان بعجة أنها ذات شريرة وذات لا يصح الانتكاء عليها والاعتماد عليها وأنها تأمر بالسوء وتبحث عن غرائز وتحاول أن تشتهي كل شيء تحاول أن تستثمر كل شيء وتبيح الحرمات وتمارس حريتها بدون أي ضابط هذا كلام غير حقيقي في الحقيقة رجال الدين ورجال العقائد هم الذين يمارسون كل المبقات يمارسون كل البشاعات يمارسون أقسى أنواع القسوة والعنف هؤلاء هم الذين يستثمرون أسوأ ما في الإنسان ويحاولون أن يوظفونه ويكثفونه ويركزونه فيما يسمح لهم باستخدامه ضد عدائهم وبما يسمح لهم بالمزيد بالحصول على مزيد من المكاسب والفرص هذه هي الحقيقة رجال الدين ورجال السياسة والعقائد عموما ليس للسياسة رجال العقائد عموما هؤلاء دائما هم وسيلة أفضل لإثارة الإشكالات لإثارة النعرات لنشر الفرقة والانقسام بين الناس والعدوات والتاريخ يشهد بأن هؤلاء دائما يقولبون الناس ويحشدون خلفهم باستغلال نزعتهم نزعة الإنسان العدوانية يستثمرون أسوأ ما في الإنسان على العكس تماما ما يقولون وهذا هو الذي أدى بنا دائما أدى بشعوبنا لحد هذا اليوم بأن يتخلفوا في جميع المجالات لم يتخلفوا بالنسبة للأمم الأخرى فقط إنما تخلفنا بالنسبة لذواتنا لجماعاتنا لشعوبنا الشعوب تخلفت ذات هذه الروح العامة للشعب لشعوبنا تخلفا مستطيرة كما يقال أسف على هذا الشخشقية بسبب أن الشخص قال أنك تحاول أن تجعو إلى الاعتماد على الذات وعلى النفس وهذه النفس هي ليست نفس كلية إنما علينا أن نعتمد على الخطاب الديني المقدس الذي هو بالغ الكمال وفيه الخير كله وفيه الرحمة كلها هو المطلق بأكمله والذي لا يأتيه الباطل من قدام ولا من خلاف فهذا الشخص ما زال يتوهم بأن الكلام البلاغي فيه شيء كامل لا يوجد شيء بلاغي بلاغة هي نصوص أدبية علينا أن نعرف هذا النص الأدبي لا يمكن أن يكون فيه شيء كامل هو نص أدبي هو مجموعة رموز وأصوات رموز صوتي يعني أنت تسمع الكلمة هي صوت بالنهاية فلا يوجد شيء مطلق فيه هي الصوت ما والصوت هو خلخلة في الهواء يعني اختلاف بحركة الموجات الهواء فبالتالي وهذا ينتج رموز وانتج كلمات وحروف تدخل طبلة الإذن ونستطيع سمعها فيما بيننا وتتحول إلى رموز ونستطيع أن نفهم معنا هذا الرموز وأن لما لا توجد علاقة بين كلمة شجرة والشجرة نفسها فبالتالي عندما أقول شجرة بالنسبة لي تعني شيء بالنسبة لآخر لديه صورة عن الشجرة لكن هناك صورة عامة بيننا حول الشجرة فكيف تخيل أنها شجرة خضراء في البرية مثلا فبالتالي معناها صورتها في يدينك تختلف عن صورتها في يديني لكن هناك نسق عام يجمعها يجمع هذه الفكرة بيننا جميعا ربما الشخص مثلا سقطت عليه شجرة خضراء في يوم العيام فعندما تقول له شجرة خضراء في البرية رأسا يصاب بالرعب لتعتمد على تجربته الشخصية شخص آخر ربما قبل وحده صديقته تحت شجرة خضراء في البرية في مكان مفتوح فصورة الشجرة خضراء في البرية لكل إنسان لديه صورة مختلفة لكن عموما نستطيع أن نتفق على معنى عام لها فكيف من نص المقدس الذي لا تعرف رأسه من رجله ولا تعرف ما هو المخصود منه وكل من يأتي يشرحها لك بطريقته ثم يأتيك رجل دون يقول المعنى الصحيح هو هذا فقط ولا معنى آخر وعليكم أن تتبعوني ولا أنتم كفرة أولاد الشيطان ولديكم أمهاتكم ولدتكم ولديكم دي الخنزير أو دي القرد هكذا هذا المنطق السادج الذي يشيعونه بيننا شكرا جزيلا وأتمنى أسمع آراءكم وأكرر المؤجزات التي يصنعها العقل ويصنعها العلم وليس الأديان الأديان دائما مليئة بالوعود الفارغ التي لا قيمة لها والعلم هو الذي جعل الهواء يعني حول الهواء إلى شيء مختلف نطير فيه تطير فيه الطائرات وحول الجبال إلى الطرق يستطيع الناس أن يخترقوها ويمرون عبرها العلم هو الذي جعلنا نصل إلى القمر هو الذي جعلنا نتواصل مع بعضنا البعض بطريقة لا يمكن يتخيلها أي إنسان على الإطلاق نتواصل مهما كانت المنصفات بيننا وبالتو واللحظة هذا العلم الذي قدمه لنا لكن عن أي طريق عن طريق التواضع عن طريق العمل الجاد عن طريق العقل عن طريق التفكير السليم وليس عن طريق الخرافات والقصص والنصوص البلاغية التي تسمى مقدسة علينا أن نفع الحقيقة وعلينا على الأقل من يخاف ويخشى سطوة القفاصة على الأقل أن لا يقف إلى جانبهم لأن هؤلاء قيمتهم فقط في شرهم وقدرتهم على ممارس الشر وإذاء الآخرين فعلى الأقل لا نمنحهم هذا الفرصة علينا أن نعي بأن أي دفاع عن هؤلاء هو مساهمة في استمرار شرهم المستطير والمدمر لنا جميعا ولأولادنا وأحفادنا يعني هي المسألة لا حتى أنت وقفت إلى جانب واحد من هؤلاء الكفر الكفر بالحياة وبالإنسان وليس الكفر بالمعنى الذي يقصدونه هم هم الذين يكفرونه أو معنى يحجبون الحقائق ويقدمون للأوهام من يعجب الحقيقة ويعجب حقيقة العلم وحقيقة العقل وجدواه هم هؤلاء هؤلاء هم الذين الذين يكفرون بالعلم وبالعقل وبالحقائق التي يجب أن يعرفها الناس بصراحة ووضوح هم الذين يكفرون الحقيقة وينشرون الكذب والأكاذيب والأوهام هم الذين يحجبون الذات الإنسانية العظيمة أفضل ما في الإنسان ويستخرجون منها من هذه الذات الإنسانية أو النفس البشرية أسوأ ما فيها وبالتحديدا الجانب الوحشي المدمر الذي يطمع بالآخرين ويحاول سلبهم حقوقهم وكرامتهم وممتلكاتهم المنظومة الدينية يجب أن نعرف هي بأكملها عبارة عن مزرعة الأوهام مزرعة الأكاذيب وكل كذب هو بالضرورة مسألة شريرة وخطرة جدا علينا جميع الإنسان لا يستطيع أن يتطور ولا يستطيع أن يكون عضوا ناجحا ضمن جماعته أو ضمن مجتمعه إلا عبر الصدق والإخلاص والإيثار المتبادل الدين لا يعمل على هذا يعمل على أنه على أن يتكون ينشئ القطيع على أسس الكذب والوهم وتوحيد الجموع بطريقة حجدية حيوانية لا تقيموا احتراما لأي شيء إلا لآمر القطيع ويجب اتباعه بأي طريقة وبغض النظر عن المنطق والعقل وبغض النظر عن احترام الآخرين واحترام اختلافهم واحترام خصوصياتهم الدين هو العدو الكامل للعلم بصراحة لا أقصد الدين يعني أنه الدين المقدس أقصد أن الدين هو الذي يستثمر أسوأ ما في الإنسان ويخرجه على شكل دين الدين كان نافعا في زمن ما هذا لا يعني أن الدين كان نافعا في زمن ما وكان مساهما باستمرار الجنس البشري حين كانت كانت الروح الجماعية أهم بكثير من الروح الفردية أهم من الإبداع الفردي كان الإنسان لا يستطيع البقاء بشكل منفرد إلا إذا انطوى تحت إمرت حاكم وكاهن قاسي ولا يرحم ويرفض أي اختلاف وأي بدعة وأي محاولة للخروج على القطيع أو خروج على أمر القطيع كانت الوحدة أساسية لكن الآن الزمن اختلف الإنسان تطور ويجب أن يتخلص من أدران الماضي الماضي وأشكالي ونظمه وأفكاره وثقافاته وعاداته وإرثه بأكمله لم يعد نافع لنا المهم الإنسان عبر المنطقة الخطرة وأصبح قادرا على أن يشكل جماعات فيها حقوق ثابتة للجميع فيها احترام متبادل الآن الدول أدما لا تستطيع دولة أن تخزو دولة أخرى هناك حدود بين بين الإنسان وجيرانه حدود بين الإنسان ورب العمل حدود بين الطالب والتلميذ أكو حدود وأكو تعريفات واضحة لا تسمح بالاختراق الحدود الفاصلة بيننا جميعا لكل إنسان إلى حدوده الخاصة وبدون حد لا يمكن أن يوجد إنسان الإنسان يمتلك شخصيته عندما يمتلك حدوده عندما تعرف حدودك القانونية حدودك الإنسانية حدود الحريات التي تختارها تصبح إنسانا مكتملا إنسان مكتمل هو الذي يعرف حدوده الفاصلة بينه وبين الآخرين أما عندما يتم تميئ كل شيء حسب المنطق الديني والتحويل الجميع إلى حشود هذا هو المنطق البدائي الذي يجب أن يتجاوزه لإنسان هذه الفكرة بالتالي بالدين هو هو عدو الطبيعة عدو الألم عدو كل شيء له علاقة بتنمية الذات عدو الحضارة لكن أعني مع احتفاظ بالدين بصفته إرثا إنسانيا ممكن لنا أن نحافظ عليه ممكن لك أن تحتفظ بيك مؤمن وهذا يجب أن تقدر المسألة لكن لا تجعله مأيارا للعمل وللتفكير وللفعل وللتعاون مع الآخرين لأن الدين عند ذلك سيفسد كل شيء والدلائق تشهد على هذا ليس الدين فقط أي عقيدة أي عقيدة أو أي إديولوجيا تحاول أن تجعل تحول البشر إلى جموع وحشود لا تفهم ولا تعي تنفذ العوامر فقط هذا هو المرض الأكبر الذي يجب أن نتخلص منه واحد من أشكال هذا المرض هو الدين واحد من أشكال هذا المرض هو ما يسمى الدين العلماني مثلا الدين الفاشي الدين الاشتراكي أو الدين الشيوعي أو الأديان اليسارية أي عقيدة أي إديولوجيا بضرورة هي نوع من أنواع الدين علينا أن نعطي ما لإنسان للإنسان وما لله لله ما لإنسان هو الأخلاق العالية الرفيعة ما للإنسان هو الحريات المساواة بينه وبين الجميع وهو يمنحها والآخرون يمنحونه هذا الحق ما للإنسان هو أن يصنع مستقبله بنفسه أن يصبح إنسانا مكتملا ناضجا لا يسمح لأحد أن يكون وصيا عليه بحجة المقدس وبحجة أن هذا رجل مقدس وهذا رجل دين وذلك رجل عقيدة لا يسمح يعتبر أنه أي شخص سيكون وصيا عليك على إنسان ناضج ومكتمل وعبر سن اللضوج أو عبر سن الطفولة لا يجوز لأحد أن يكون وصيا على أحد لا رجل دين ولا أي شيء كما يحصل حاليا شعوب كاملة تتبع رجل دين كما يتبع تتبع الشات راعيها هذا الأمر يجب أن يتغير ما للإنسان للإنسان كما قلت وما لله لله الإنسان لله هذا التعصب التطرف العوق الذهني عدم احترام الآخرين بحجة أنهم كفر أو لا يؤمنون بالإله الخاص بك الطغيان ممارس الطغيان انتهاك حقوق الآخرين سلبهم سبيهم أيضا قتلهم بالنتيجة أي مؤتقد خارج حدود الإنسان الاعتبارية والأخلاقية والقانونية هذا اعتداء على الإنسان نفسه مهما كانت الحجج وما الدعو أن هناك مقدسات أو غيب يجب الاحترام والانضواء تحته اختم مرة أخيرة وأقول علينا أن نعرف أن هدف من أكبر أهداف الدين وأي إيديولوجية هي السيطرة على الناس وسحق شخصياتهم بالكامل هذا هو الهدف الأكبر لأي دين وأي عقيدة تحاول تدمير الناس وهذا لا يتم بضرورة عبر الوضوح إنما عبر الكذب والتزوير والغيش والكلام الصفستائي والمفاهيم الغامضة التي تتحمل كل الاحتمالات الخير يتحدث باسم الخير وتكتشف أنه كله شر ويتحدث باسم الشر وتكتشف بأنه كله خير يتحدث باسم الشيطان ويقول هذا الشيطان ويظهر بأنه عكس هذا ويقتل ويقول إلا بالحق وكل القيم تبدو رجراجة وغامضة وغير مفهومة والهدف تشويش الذهن وعدم توفير أي صورة واضحة لأي إنسان وجعله الغاية النهاية تدمير عقله وهذا الهدف الأساسي لكل دين ولكل عقيدة أن يدمر عقل الإنسان والهدف الثاني سحق هذا الإنسان تماما خاصة وأن ينسحق ملكة التفكير النقدي لديه شكرا جزيلا مع السلام اشتركوا في القناة